الرئيس البولندي لما كان موجود في مصر من يومين قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع سيادة الرئيس أن البولنديين بيعتبروا مصر من أقرب الدول العربية لهم وأن مصر دولة لها محبة وتقدير في بولندا وقال كمان أن فيه مئة ألف سائح زاروا مصر الحقيقة التصريحات دي بتعكس واقع العلاقات المتميزة بين الدولتين وعشان كده كان فيه مبادرة شبابية للتقارب بين الثقافة المصرية والبولندية المبادرات دي زي ما احنا عارفين بتساهم في الترويج للثقافة والتراث والفن المصري في بولندا هنتكلم عن كل ده بالتفصيل مع ضفتنا اللي منا ورانا في استوديو الدكتورة أديتا فولني باحثها بولندية متخصصة في الدراسات العربية والإسلامية صباح الخير عليك دكتورة أهلا وسهلا بك صباح النور انت بتكلمي عربي يعني ما شاء الله بطلاقة خلينا نبتدي البداية كده من الأول انت بتكلمي العربي ده بطلاقة إزاي أنا دايما بقول اني أنا بتعلم كل يوم يعني أنا مش بحيب أقول اني بتكلم بالطلاقة عشان كلنا بنعمل أخطاء حتى أنا في اللغة البولندية طبعا زي حضراتكو أكيد أحيانا بتخلطوا في اللغة العربية بس أنا فعلا أتمنى وده حلمي الكبير اني هتتكلم بالطلاقة زي المصريين وبحاول أمارس العربي كل يوم حتى أنا لما أنا في بولندا بسمع الموسيقى وبتفرق على التلفزيون الماسي وصباح الخير يا مصر عشان أتعلم مصطلحات جديدة وإن شاء الله هتكلم بالطلاقة طب خليني يعني أنا اللي أعرفه أن أي حد أجنابي لو حب يدرس عربي بيجي لنا هنا هنا في القاهرة أو في يعني أي دولة عربية عشان حتى المناخ والناس وكده أنا عارف أنك درستي اللغة العربية في بولندا في جامعة وارسو بالضبط أنا أتخرك من قسم الدراسات العربية والإسلامية هنا أنا بدأت رحلتي مع اللغة العربية من هناك مش من هناك أو بالضبط يعني أنا طبعا جيت مصر قبل كده بس زي ما حضراتكم طبعا تعرفوا لما واحد بيجي مش بيشوف الفر بين عين وألف وعشان كده كنا محتاجين وساعدة الدكاترة في بولندا وهم دكاترة من الدول العربية وبولندا كمان عشان كده شفتوا دي خطوة مهمة عشان أبدأ بالطريقة علمية وبعدين أمارس العربي هنا في شوارع مصر التدريس باللغة العربية بتستخدمي اللغة العربية الفصحى وبتتكلمي اللهجة العمية المصرية بطلاقة إزاي قدرتي يعني تهتمي قوي بحيث أن أنت توصلي للدرجة دي من الإتقال شكرا جيزيانا يعني إحنا فعلا درسنا في الجامعة اللغة العربية الفصحى كان عندنا مبادئ العمية المصرية ولكن طبعا الممارسة أهم حاجة وأنا لما جيت منها الدراسية في سنة 2013 قررت أني لأ لازم أتكلم زي المصريين لازم أمارس في الأول طبعا الناس كانوا بيدحكوا شوية عشان طبعا كنت أتكلم بالفصها مية في المية بس أنا كمان أهتم بمصر بشكل علمي ده مش بس حب الشخصي بس كل أبحاثي أو أكتر أبحاثي عن مصر المصر عشان كده أنا قلت لازم أتعرف على اللغة المصريين عشان أعرف تفكيرهم بالنسبة للأبحاث ومبارح ربما يعني أنا شفت الموقع الرسمي بتاعك فيه عربي وإنجليش وبولندي صح كده وكان في بعض الأبحاث المتعلقة بمصر والثقافة المصرية وكده أنت شايفانا ازاي أو البولنديين يعني بحثة بتتحدث اللغة العربية شايفة مصر ازاي وشفتي الحاجات دي رسطيها في بحثك عملت البحث عن اين؟ طبعا الأول أنا هقول أنا بشوف المصرين ازاي طبعا المصرين فعلا أحسن ناس دي مش كلمات بس 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 فعلا دي هاقيقة وفعلا مصر أم الدنيا دولة مهمة جدا من أهم دول العالم وهي مهمة طبعا أهم دولة في شرق الأوسط وأنا قررت أعمل أبحاث أكتر عن الثقافة عشان بحث أن الثقافة ممكن تكترب أكتر الشعبين شعب البولندي وشعب المصري يعني طبعا أنا بعمل محاضرات عن الحاجات الأساسية يعني شفتي الثقافة المصرية ازاي؟ كتبتي ايه عنه؟ ايه الأبحاث اللي تناولت مصر بالزر؟ أكتر أبحاثي عن موضوعين موضوع الأول هو الأغانية الوطنية المصرية تميل بس الجديدة مش القديمة من اللي بدأت تنتشر في مصر من 2013 تميل حتى 2019 عندنا سيد درويش من سنة 19 بدأ الموضوع أنا عرفة بس احنا دكتورة هذه تشغالة أعتقد على الجديد بالضبط من مرحلة ما بعد طبعا أنا لازم تمان بعرف القديم والطاريخ بس أنا عايزة من الأبحاث عن الوضع حالي وبحثي الثاني أبحاثي الثانية عن مصلصلات رمضان عشان الناس في بولندا مش بيعرفوا أنه فيه حاجة أصلا اسمها مصلصلات رمضان وأنا بحث أنها كمان حاجة مهمة ومش ناس كتيرة بيعملوا أبحاث عنها عشان المسلسلات دول مش بس يساعد ناس يستراحوا بس كمان بتتكلم عن موادية مهمة جدا مش بس للمجتمع المصري ومجتمع العربي بس فعلا للمجتمعات كلها في العالم بتعملي من خلالها ايه؟ بترسدي الواقع بتحليلي شكل المجتمع بتشوفي الأضايا المطروحة بتعملي ايه اللي لفت نظرك في مسلسلات رمضان خلالك تعملي عنها بحث مواثن يعني فكرتي أنا أني أنا أخدت الموادية اللي المسلسلات تتكلم عنها بس مش الموادية الأساسية زي مثلا إضمان المخدرات أو في مشاكل بالإرهاب لا كمان بتكلم عن الثقافة المصرية شكل الأسرة المصرية بتبقى إزاي عشان دي حاجات اللي بولندين فعلا مش بيعرفوا دي حاجات طبعا معروفة اللي إيه حضراتكو عشان انتم تعيشوا في الوضع ده في الثقافة دي بس البولندين مش بيفهموا إيه الفروق بين الثقافتين عشان كده بحاول أتكلم عن الموادية جدية قوي بس كمان أن الحاجات يعني خفيفة بسيطة جدا بس مهمة في تقرب بين بولندا ومصر يعني حضرك شفتي مثلا مسلسلات إيه ورسطيها خلال الموسم الرمضان الأخير أعتقد أنه كان الأكثر تميزا بشهادة نقات كتير جد إيه اللي لفت نظرك وكتبتي عنه تحديد أنا أبحاثي عن مسلسلات من 2015 حتى 2018 طبعا كنت أتفرق على مسلسلات أنا شخصيا لازم أقول ده عشان أنا مبسوطة بالمسلسل ده أنا مدمنة الكبير قوي وأنا كنت مبسوطة أنه رجع بعد السنين اتفرقتي على الكبير والمزاريتة وكل جوني وهدرس وأنا فعلا كنت مبسوطة أنه المسلسل ده رجع وأنا عارفة أنه هيعمله موسم الثاني في رمضان اللي جايت وانا أستناه بس بشكل علمي بالوقت مش شخصي طبعا مسلسلات زي الإختيار مسلسلات مهمة لطاريخ مصر وكمان عشان الناس من بره يعرفوا أكتر عن طاريخ المصر تاريخ المصر مصر بس دايما أنا أقولت أكتر أبحاثي أنا للأسف إحنا كباحثين لازم نقفل نعمل نقطة وبعدين نتفرك عشان نبع عارفين إيه المعادية اللي أنتوا تتكلموا عنها زي مثلا موضوع الاجتماعي قوي اللي كانت في مسلسل نيلي كريم بس أنا للأسف فاتن أبيرها أنا شايف أنك مهتمة بالتفاصيل يعني لما لفت نظرك مسلسل لفت نظرك مسلسل الكبير قوي بتفاصيل والسعادية للقاهرين مثلا ما يعرفوش عنها حاجات كتير مسلسل نيلي كريم اللي مليان تفاصيل خاصة بالمرأة مش كل السيدات لو ما عندهاش نفسه ظروف نيلي كريم مش هتبقى عارفة التفاصيل أنت مهتمة قوي بالتفاصيل دكتور يعني ده شكلي صراحة أو يعني أنا فعلا كمان عايزة أوري للبولندين أو أموما للناس اللي بيقرؤوا مقالاتي عشان طبعا بكتب كمان بالانجليزي وبحاول أكتب أكتر بالانجليزي عشان البولندين بس بيعرفوا البولندين لأسف أنا عايزة أورلي للعالم كله أنه فعلا في كل الدول في مشاكل صغيرة وكبيرة ما فيش دولة من غير مشاكل بس المهم أنه الميديا بيتكلم عن المشاكل دي وبيطرح المشاكل دي بيوري الحلول الإمكانيات ودي حاجة مهمة جدا زي مثلا المسلسل كمان اللي مثلت في نيلي كريم تحت السيطرة مسلسل مهم جدا وإحنا كمان في بولندا إننا مشكلة بإدمان المخطرات وأنا بصراحة في الفين وتقريبا ستاشر أو سبعتاشر كتبت للتلفزيون البولندي فكروا بالمسلسل ده تواصلوا مع مصر لأسف ده ما حصلتش لشان إحنا مش ما كناش شايفين تحت السيطرة في بولندا بس بحث أن المسلسلات زي دي مهمة جدا 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 والناس فعلا المفروض يتفرجوا عليها عشان يفهموا مثلا الإدمان بيبقى شكله إزاي طبعا يعني أنا نقلتي محتوى المسلسلات دي للبولندين عن طريق أبحاثك إيه الرسائل اللي نقلتها في مسلسل الاختيار لسه ما عملتش المخاضرة عن الموضوع ده بس فعلا بس أنت شفتي أه أنا شفته طبعا أي جزء الأول والتاني لسه لما هرجع إلى بولندا هشوف الاختيار الثالث عشان أنا كنت مشغولة شوية قبل السفري دادال وأنا أعمل نوتس وأنا لازم أركز قوي بس بحس أنه المسلسل ده مهم جدا عشان الناس في العالم كله تقريبا مش بس في بولندا مش بيعرفوا إيه اللي حصل بالزبط في مصر والمسلسل ده بالنسبة لي أنا فزيع مش بسبب الرسائل اللي بترسله ولكن كمان أنه في جوز من التمثيل وحاجات من الواقع ودي حاجة فعلا أنا كنت في مصر في 2013 وخاصة أن لما كنت أتفرك على الجوز الثاني أنا حسيت أني أنا رجعت لنفس الوضع لأدتها الصغيرة اللي كانت في المنحة الدراسية وبحس أنه فعلا ده مهم جدا عشان الناس في كل العالم يتعرفوا أن المسلسل زي ده أو مسلسلات التانية المهمة أكيد مهتمة أنت في الدخول في المحلية أو دكتورة وبدأ بتخدي وشفتي شكل زي المصريين حاولوا ياخدوا التفاصيل المحلية ويطلعوا بيها للعالمية الفترة اللي فاتت كان عندنا العديد من مؤتمرات الشباب اللي اتكلمنا فيها بكل مشاكلنا وكل مشاكل الشباب والشباب طرحت وجهات نظرهم مش بس من وجهة نظرهم لأ كان في حوار موجود بين كل شباب العالم ويمكن تكوني تقريبا حضرتي كل مؤتمرات الشباب اللي أقيمت في الفترة اللي فاتت شفتي تطورها وشفتي تطور النقاش وشفتي تطور الموضوعات فقولي لي كده رؤيتك للفترة اللي قضتيها في مؤتمرات الشباب كل نسخة كان شكلها مختلفة عن بعدها ازاي وشفتي نعكاز ده على الشباب البولندي لما جموا وتكلموا وتناقشوا وتسمع كلامهم وتخطف الحزبان يعني في الأول أنا عايزة أقول أنه فكرة منتدى شباب العالم أو عموما مؤتمرات الشبابية اللي موجودة في مصر فكرة حيلة جدا 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 أنا طبعا بحيثة وبفهم أهمية النقاش وطبعا منتدى شباب العالم حاجة كبيرة جدا وإفنت كبير قوي شاركتي فيه ازاي هل بالحضور ولا كان لكي مساهمات في جلسات أوفر في الأول لازم وعايزة أشكر طبعا السفارة المصرية في بولندا اللي كانت تدعمني من 2017 في الوقت ده ناي بساعدة الصفير قال لي رأيك تشاركي في المؤتمر لسه ما كنتش عارفة المؤتمر هيبع شكله إيه بس طبعا يا ريت يعني دي حاجة حلوة بس أنا فعلا لما جيت شامل الشيخ ما كنتش أتوقع كل شباب دول من كل جلسيات وكمان كانت فعلا دي أكبر ده أكبر مؤتمر أنا شاركته فيه وفعلا حاولت أدور على حاجة ممكن مش هرفعها كل حاجة كانت مظبوطة ومنظمة بشكل رائع وألف مبروك لكل المنظمين أنا دايما لما بتكلم عن المؤتمرات أنا عايزة أشكر كل الشباب المصريين اللي شاركوا في تنظيم عشان فعلا المصريين المفروض يكونوا فخرين جدا بشبابهم طب لفت تنظرك إيه جوال مؤتمر؟ أهم حاجة تقريبا هنا أنا شفتها جنب طبعا مناقشات المهمة أنه أنا ما كنتش أتوقع أنه فخمت الرئيس ورئيس الوزراء وكل الوزراء هايبوا موجودين ما أنا فكرت هما هيبوا موجودين بس في الافتتاح والختام بس أنا اللحظت أنه لا فعلا أهم الناس في مصر بيبقوا موجودين مع أنا ممكن نتكلم معهم دي حاجة فعلا رائعة ما كنتش أتوقعها واستهربت بشكل إيجابي جدا كان من الممكن نتكلم مع المتخصصين في مجالات كبيرة وكتيرة وبعتقد دي أهم حاجة أنه إحنا مش بس كشباب كنا نناقش بس كنا كمان نتعلم من الناس عندهم خبرة وهم فعلا أهم ناس في مصر وده كان شرف كبير جدا لنا أكيد زي ما نقلت الخبرات المصرية لبولندا أكيد كان التأثير والتأثر متبادل يعني حاولتي برضو تعرفي أكتر على المجتمع البولندي وبرضو تنشري الثقافة دي أو تتكلمي عن الثقافة دي يمكن كمان كان في مؤتمر الشباب هل كان فيه نقاشات دايرة حوالي الموضوع ده أو حاولت تقولي أوجه الشبه أو أوجه الاختلاف بين الثقافات وليس لازم كل نستبقى شبه بعض يعني نحنا فعلا لما كنا نقابل ناس هناك كنا نشارك أفكارنا في المعادية اللي كانت خلال المؤتمرات ولكن واحد من أهم حاجات في المؤتمر كان أننا فعلا كنا نتعرف على بعض يعني إحنا كنا نناقش إيه الحاجات إحنا بنفكر إزاي إيه الحاجات مشابهة إيه الحاجات اللي نختلف فيها ونختلف ليه وإزاي ودي كانت تجربة فعلا رائعة عشان بيجات كل الناس من كل إنحاء العالم كانوا بيعملوا ده في نفس الوقت يعني النقاش معك جميل جدا وخصوصا أن أنت بتنقل لنا يعني وجهة نظر بولندا في مصر وبتتكلم العربي بتطلق بس طبعا لازم نتوقف عن نقطة مهمة جدا وهي الأهم زيارة الرئيس البولندي للقاهرة إزاي شفتيها إزاي البولنديين شفوها وإزاي الشعب البولندي بينظر لمصر في الوقت الراغن باعتبره اقتصاد ناشئ وقوي بيطلع في المنطقة ودوره الإقليمي يعني عمل إزاي طبعا زي ما أخذك قلت دي زيارة مهمة جدا وبتساعد في تعزيز العلاقات القوية بين مصر وبولندا زي ما الرئيس دودا قال الزيارة دي بتبدأ أو تفتح عقد جديد بين علاقات بين بولندا ومصر طبعا زي ما حضراتكم قلتوا مرات كتيرة في التلفزيون أنا أعيز أقول أنه علاقات بين بولندا ومصر اقتربت من 100 سنة وآخر الزيارة الرئيس البولندي إلى مصر كانت قبل 30 سنة ودلوقتي فعلا الزيارة دي مهمة عشان البولندين كمان بيعرفوا أكتر بكتير عن مصر طبعا البولندين بيزوروا مصر كتير بيحبوا الأجهزات في مصر بيحبوا التاريخ وطبعا في مصر مش لازم أقول ده كل مصرين بيعرفوا في كل أنحاء مصر بنلاقي طاريخ طاريخ الفاطيمي طاريخ المماليكي طاريخ القبطي يعني ده فعلا دي دولة مليانة بكل الحاجات وكمان البولندين بيشوفوا أنه الزيارة دي فرصة كويسة جدا عشان نفكر بتاقوية العلاقات في الاكتصاد في الثقافة في العلم يعني إن شاء الله زيارة دي فتحت أبواب كتيرة للتعاون أقوى بين مصر وبولندا أكيد كل شكرا لكي دكتورة أدتا بولني باحثة البولندية المتخصصة في الدراسات العربية والإسلامية نورتين ومشرفتين شكرا لكم نقول صباح الخير يا مصر بالبولندي إزاي جين دبر أجبت شكرا جدا صباح الخير يا مصر